ناخد عدنان من ظهر البيضاء. سلام عليكم. مرحبا سيد عدنان. كبيرين بخير. الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا. اتفضل. انا يا درقاء عندي واحد درت كريات شركة دي هالي. ديات. وعندي المحال دي الوالد ديران ويكرا. كونتا عقد الكراء. وهد الشركة هالي درتها باش نطيفش قهوة. ما هي؟. فيه الماكلة و قهوة. اي شدمتقه وذاك شئ. دبا انا كريات شركة وكل شي. كان دبا كان نجمع لي. ديال سميس وديل الرابع ولي الماتيريال وكل شي. دبا كان تشي. ميكا تهدر مع الناس حركة يقول لي. لا اريد ان اريد الشركة الذي يعطي على القهوة. اللي لا يعطيك القارب. والش بغيت العرف والش بصح ولللقه. اه نسعدنا انت هل تستطيع القهوة أخرى لتسافد من التمويل أو تستطيع القهوة لتخدمها؟ لا لتخدم ما هي الإمكانيات التي لديك القهوة على حسب الإمكانيات التي لديك؟ لديك المحل لديك المحل؟ ستجيبها من البنكة؟ نعم في الغالب يمكن أن يقول لك إذا كان لديك المشروع وهذا المحل كان في مروجة؟ هي مروجة حي صناعي حي صناعي الإمكانية التي تمويل المشروع على حسب الموقع المحل والإمكانية تجارية وماذا كان لديه إنفالغ تجارية كبيرة؟ وماذا المشروع عنده؟ كل شيء غيبان من خلال دراسة الجدوى التي تدع إذا قدرت دراسة الجدوى سعد نان سوف يمكنك تقدمها للمؤسسات التمويل وهم سوف يدرسون الملف لك ويعطوك لنا القائسة حتى إذا رفضه سوف يقول لك ما هو خصف الملف لك ولأساس تصحح المشروع لك لكي تقدموه مرة أخرى ولكن سعد نان النصحة التي نصحك هو أنه لا تقوم بالمشروع لكي تستفيد من التمويل هذا المشروع الذي تداره من أجل التمويل في الغالب لا تستقوه لا لا تقوم بالمشروع التمويل تأتي كمكمل خاصة تكون الفكرة وتكون الفرصة استثمار وإذا كانت هذه الفرصة استثمار هي جدابة بالنسبة لك وانت مقتنع بها ستقدر تقنع بها الناس أخرين سواء كان لابونك أو جهات أخرين ستقدر تقنعهم أما إذا كانت هذه الفكرة أنت يديرها غير لأنك محتاجة تمويل وقلت لكي ندير محل غير خاوي وغادي نمشي ندير فيه واحد المشروع وانت مقتنعش فهذا الشيء كأمل ستجل في المشروع وحسو به الناس وغادي ما يقدرش تحصل على التمويلات اللي انت بغير لاحسنا دبا مني كمريح مع الناس في القهوة كينين لدي غيرتور دي بونك كينين لدي غيرتور دي صوفية احدانا وذك شيء كمريح مع الأصدقاء منهم دي دي غيرتور دي بونك وكن هدرو القهوة قالت وانت قلت لهم انا اريد ان اردت قهوة وانت قلت لهم وانت قلت لهم اردت ان اردت فهذا الشيء لا يوجد طهوة مزيانة وفلاس الماكلة مزيانة وهم لم يشجعوني لكي نتشكي على الله يلا توكل على الله إذا كانت دراسة المشروع ودراسة الجواهم التقنية والتجارية المشروع ودراسة السوق ودراسة التقنية والدراسة المالية وتبقى لك من خلال هالدراسة انه كان ربحية ستقدر تحقق فمكيش مشكل انسان يقدم المشروع ديالو الجهة الأولى والجهة التانية حتى يقدر يحصل على التمويل اللي محتاج لي وهذا الشيء تبغي طول نفس وتبغي واحد الاستيمات والتبات باش تقدر توصل الاهداف ديالك ان شاء الله بارك الله فيكم أستاذ وكأن شكرا لكم على ما طيح شكرا لك عدنان بالتوفيق بالتوفيق سعدنان من مدينة دار البيضاء اذا سمعنا الشباب ما شاء الله هسي فؤاد من مكناس اللي عندو مسبانة ولكن بطريقة يعني طور الخدمة اللي كيقدمها لدرجة انه مثلا كيتعامل مع المقاهي مع المطاعم الأبناء كذلك اليوم كيفكر انه يطور المشروع دياله هذا ولو انه لقى بعض العراقيل بين قوسين وكذلك سي عدنان اللي كيفكر انه يدير مقاه بعد مدرس الفكرة من جميع الجوانب ديالها بالفعل هاد جوج مشاريع تي يعطونا واحد الفكرة انه كين طموح كين ناس اللي بغين يديروا مشاريع غير انا اللي بغين نشير ليه هنا طريقة ديال سي فؤاد هي طريقة تنحتو انه جميع الشباب والمقاولين يعملوا عليها انه ممشاش ممشاش باش يخدم غير على السوق اللي هو بين ممشى السوق اللي ما بينش اول واحد غد قوليه غندير مصبانة ويقول لك لمن غديرها غديرها للناس اللي باكتوكوليه يعني الافراد اللي كانوا في الحي والناس اللي بغين يسلحوا وليس ابنوا الملابس ديالهم ولكن كان واحدة البوبولاسون اللي هي مهنيين اللي عندهم واحد الاحتياج اكبر من الافراد وتي سهلكوا هاد الخدمة اكتر بشكل اكتر ما عندهمش اللي يقدم لهم هاد الخدمات وهاد الناس ماشي هما اللي غيجوا عندك نتخسك مشي تقلب عليهم واتجي عندهم كذلك اليوم حتى في اللي يعني في الدور انا كنشوف في غزيناس في ساكنة كجي واحد سيارة دائما كبيرة وكتجي كتهز ربما الناس كتتصلوا بهم وكتهز المنطات وكتهز رابي كتهز الحويج كذلك يعني عيوض انك انت يعني كين شباب اليوم اللي توصلوا لك الخدمة حتى الدار هاد النوع دي الابداع هو اللي تخلي القيمة المضافة دي المقاولة وتمييز دي المقاولة تيبان وقد ما كان تمييز دي المقاولة على ناظرات ديالها فهي تدخلق قيمة مضافة اكبر وتتربح اكتر هنالسي فؤاد ممكننا اننا نشوفوه احن انه دباع المواطن والا الافراد اللي هم احنا تنسنو ان الخدمات والمنتوجات جاعدنا لانه ولات امكانية ولفنا انه نقدرون نتسوقوا عبر الهاتف ديالنا نقدرون نتسوقوا غير في القرب ومقدما سهلتي على الزابون الخدمة وسهلتي عليه وقربت لي الخدمة ديالك قدما سيستعملها ويشرها من عندك فلهذا استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وهنا نقدرون استهدفوا الحي ديالنا من خلال واحد اعلان مثلا فؤاد قال لنا انه استهدفوا بالفلايغ دار فلايغ والذي في الحي دياله وفي المناطق اللي هي جديدة يقدر يستهدفهم ايضا عن طريق الاشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهدف هادك الحي اللي يالله بقي جاي جديد ولا اللي يقرب ليه ولا اللي غا يقدر يوصل ليه هاد الوسائل تتمكن انك تضاعف من المبيعات ديالك والمبيعات ديالك هنه من تضاعف من المخدمات دياله ومبيعات ديالك شي جاعدنا واحد المشكيل تمويلي اللي هو هاني بعتبز ولا الطالب عندي كتر من هالك الشي اللي نقدر نوفر غايتخصني تمويل تكميلي باش نشري ماتيريال جديد باش نشغل عمال اكتر باش نخدم هاد هاد الطالبات ولا الزبن اللي هما اكتر هنه بزافة الشركات وبزافة الجمعيات وبزافة المصالح العمومية والغير عمومية الابناء من هاد الابناء غادة تقدم على انها تمويل تبغي تمويل هاد النوعية ديال المشاريع خصوصا سي فؤاد يعني ضابط ضابط المشروع دياله هو كيتكلم ليه يعني هارف شنو كين غيري المسألة ديال الشركة انا ما كنحب دهاش انا شخصيا ما كنحب دهاش رغم انه في الغالب اه انواع ديال التمويلات اللي هما اللي اولين اه الفلوس ديال الاقارب ديالنا وديال الناس اللي سنعرفو الاحباب ديالنا والاقارب ديالنا هذي في العالم كله تشكل واحد سبعين في المئة من من تمويلات انطلاقة من انطلاقة ديال المشروع في الول ما تتلقى غير هادك اللي اللي قريب ليك وتيبغيك اللي يقدر يساهم معاك باش باش تبدأ المشروع ديالك ثم اه توصل المشروع واحد المردودية واحد الربحية تولي عندك الامكانية انك تشارك مع الناس اخرين ولتتاجه المؤسسات ديال التمويل الخارجية عن طريق يعني الخبرة ديالك يعني من خلال الخبرة ديالك أستد هشم منديلي وانت دائما كتواكب باشخاص لي عندهم حاملين مشاريع واش اليوم شركة مزيانة كتفضلها انت شخصيا كتنزح لها شركة على حسب العلاقة ديال الشركين مع الفلوس واش العلاقة ديال الشركين مع الفلوس هي علاقة واضحة وسوية وللعلاقة ديالهم مع الفلوس مختلفة ومتضادة إذا كان واحد تسير بواحد طريقة اللي هي مختلفة بزاف وتتناقض مع الطريقة ديال الآخر فغيكون مشكل إذا كانت الاهداف مختلفة واحد بغير الربح السريع واحد بكيبني وعلى المدى البعيد غيكون مشكل امتى تتكون شركة اللي هي عندها نتائج من زيانة هي شركة اللي تتكون عندنا رؤية واحدة اهداف مشتركة وعلاقة مع المال ومع الفلوس اللي هي متزينة من كل الطرفين ماشي واحد تطلق يدو والاخر تبدأ يجمع غيكون ديما العلاقة ديالهم ماشي بحل بحل مع الفلوس إذا غيكون واحد عدم تفاهم كيفاش كل واحد الآخر تتصرف فهد 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 الشركة ماشي تنقوله ما مزياناش وماشي تنقوله مزيانة تنقوله انها واحدة من وسائل تمويل الانسان استطاع انه يلقى الشريك المناسب فهذا غيوفر عليه بزاف الى ما استطاع شراكين وسائل ديال تمويل اخرى منها تمويلات اللي قلنا تمويلات اللي هي بديلة تمويلات بديلة وكانت تمويلات الكلاسيكية عن طريق الابناك والمؤسسات النقدية المعروفة نعم احنا دايما موصلين معكم مباشرة الاسوات مرحبا بالاتصالة ديالكم 052 77 24 24 24 24